حذر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شركات السيارات الألمانية من أنه سيفرض رسوم 35% على السيارات التي تدخل السوق الأمريكية ترامب انتقد أيضا شركات السيارات الألمانية لأنها لا تنتج عددا أكبر من السيارات في الولايات المتحدة هذا المحلل الاقتصادي يقول إذا كنا نأخذ تصريحات ترامب على محمل الجد فسنرى نهاية التبادل التجاري الحر هي بداية الحرب التجارية وهي بداية مرحلة الحماية نأمل أن سياسته لن تكون ضارة خاصة في الوقت الراهن اتحاد مصنعي السيارات في ألمانيا أكد أن الولايات المتحدة لن تضر إلا نفسها إذا فرضت رسوما جمركية أو قيودا تجارية أخرى شركة السيارات الألمانية توظف نحو 33 ألف عامل في الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر